موسيقى سلام المسيح معكم إخوتي المشاهدين ومرحبا بكم معنا في حلقتنا لليوم من برنامجكم طريق الخلاص اليوم بمشيئة الرب موضوعنا سيتمحور حول الإحباط ما هو الإحباط وكيف يصاب به الإنسان الإحباط إخوتي هو شعور عميق بالقلق وخيبة الأمل والرجاء في إيجاد حل وهو أيضا فتور العزيمة وعدم الرضا والاستياء وذلك بسبب الفشل في تحقيق الرغبات المطلوبة والآمال المرجوة كما يتمثل في وجود صراعات نفسية كثيرة يواجهها الشخص عندما يفشل في إيجاد حل لمشاكله وعادة ما يميل الشخص إخوتي إلى الاستسلام بسبب عجزه ويكون منطويا على نفسه وقد يكون الإحباط أيضا نتيجة لضغوط في العمل أو في الأسرة أو في المجتمع حيث أن الشخص الذي يواجه هذه الضغوطات لا يجد طريقة سليمة يواجهها بها الإحباط أو خيبة الأمل هي من المشاكل الخطيرة التي تهدد مجتمعاتنا اليوم لما لها من تأثيرات سلبية على سلوكنا مما يعرقل تقدمنا في الحياة الروحية والجسدية وتختلف درجة الإحباط إخوتي من شخص إلى آخر لكن نتائجه هي نفسها عند كل الناس ومن أبرز النتائج التي تترتب عن الإحباط نزوع الشخص إلى العدوانية سواء أظهر ذلك مباشرة بغضبه وصراخه على كل من حوله أو بطريقة غير مباشرة أو خفية وذلك بتمني المكروه للآخر والذي قد يعتبره عفوا سببا في الضغوط التي يحس بها والتي سببت له الإحباط والكتاب المقدس إخوتي يأتينا بآيات نتعلم منها كيف نواجه الإحباط فنجد مثلا الملك داود وهو يشتكي إلى الرب من حالة الإحباط التي أصابته ويطلب منه أن يساعده وفي آخر المزمور نجده يشكر الرب على وجوده في حياته وعلى مساعدته فيقول في المزمور الثالث عشر إلى متى يا رب تنساني كل النسيان إلى متى تحجب وجهك عني إلى متى أجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم إلى متى يرتفع عدوي علي انظر واستجب لي يا رب إلهي أنرعيني لألا أنام نوم الموت لألا يقول عدوي قد قويت عليه لألا يهتف مضايقي بأني تزعزعت أما أنا فعلى رحمتك توكلت يبتهج قلبي بخلاصك أغني للرب لأنه أحسن إلي الرب إخوتي لا يترقنا أبدا في دوامة الإحباط وخيبة الأمل لكن لديه شرط لذلك وشرطه هو أن نتمسك به شرطه هو أن نداوم على الصلاة وطلب العون منه فهو جل جلاله لا يرغب سوى في أن يرى أبناءه مبتهجين وفارحين وقلوبهم يملأها السلام والمحبة وليس الإحباط وخيبة الأمل فبالإيمان بالرب إخوتي يستطيع المؤمن ليس فقط التغلب على الإحباط وإنما على كل مشاكله وعلى كل الصعاب التي قد تواجهه في حياته السيد المسيح له المجد إخوتي قال لنا في إنجيل مرقص الإسحاح التاسع العدد الثالث والعشرون إن كنت تستطيع أن تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن علينا إخوتي أن نحذر من نتائج الإحباط التي هي وخيمة جدا الضغط النفسي والعاطفي على الشخص يتسبب له في العديد من الأضرار الجسيمة العديد من الأضرار الصحية فقد أثبتت العديد من الدراسات أن معدل الوفايات بين مرضى القلب تزيد بثلاثة أضعاف عند من يعانون من الضغوط النفسية عن أقرانهم ممن لا يعانون هذه الضغوط إذن إخوتي فالضغط النفسي يؤدي إلى تقليص الأوعية الدموية حسب الأطباء كما ويؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ويؤدي أيضا إلى زيادة ضربات القلب وبالتالي زيادة حاجة القلب إلى الأكسجين والإنسان بغنى عن كل هذه ويأتي الوقت إخوتي ليبسغ نور الفجر فتختفي الظلمة ولا يجب على الشباب وعلى الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة أن يظنوا بأن الإحباط وخيبة الأمل لن تؤثر عليهم فالضغط النفسي لهؤلاء ينتج عنه آلام في الظهر واضطرابات في المعدة وزيادة أو نقصان في الوزن وأيضا ارتفاع ضغط الدم وضيق في التنفس دون أن ننسى إخوتي الصداع الشديد الذي يعاني منه الكثير من الأشخاص اليوم وبجانب كل هذه النتائج الجسدية للإحباط فله أيضا آثار سلبية على المستوى النفسي والتي نذكر منها القلق الكثير الشعور بالخوف والتوتر وعدم القدر على النوم ونجد أيضا إخوتي فئة من الأشخاص المصابين بالإحباط في غضب مستمر ودائما ما يوجهون هذا الغضب نحو الآخرين بممارسة سواء العنف الجسدي أو النفسي عليهم أو يظهرون ذلك الغضب بالمعاناة والأهلاء فهؤلاء الأشخاص سيجدون في الرب ضالتهم سيحدثهم في الصلاة عن كل شيء مهما بدى لهم مستحيل المنال فلا شيء يستحيل بين يدي الرب الإيمان ثم الإيمان مفتاح كل البركات وعدو كل الصعاب والمشاكل فمهما طال الليل إخوتي بتحطيم الأشياء وبالصراخ فخلو الحياة من الأساس الذي عليه أن يبني كل شيء في الحياة الأساس هو الرب هو يسوع المسيح الذي يعتبر الفرصة الأولى والمنفذ السهل للشرير لكي يهاجم على الشخص بكل أنواع الأسلحة التي يمتلكها والتي من بينها الإحباط وخيبة الأمل فعندما تخلو حياتنا إخوتي من وجود الرب فيها عندما تخلو قلوبنا من الإيمان به فإننا بذلك نسهل على العدو مأموريته بأن يهاجمنا بأن يدخل إلى قلوبنا بأن يصيبنا بالإحباط وبالضغوط النفسية وبالغضب والكراهية والتي لا يحبها الله كل هذه المشاعر لا مكان لها ولا يجب أن توجد في حياة المؤمن فالإحباط إخوتي إذا ما استمر في حياة الشخص سيؤدي به إلى الدخول في مرحلة الاكتئاب وبالتالي إلى وضع حد لحياته لأنه لم يعد يجد لنفسه أي قيمة ولم يعد يرى لحياته أي معنى فلو أن حياة الفرد إخوتي متمحورة ومرتكزة على الرب وعلى المخلص يسوع المسيح الذي أعطى حياته على الصليب حتى نتمكن نحن من نوال الحياة الأبدية لعرف الشخص كم تعني حياته للرب وكم هو غال في أعين الرب وكم أن الرب يحبه محبة لا محدودة ولو أنه يتمسك بكلمة الرب ويقرأها لوجد فيها أنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية تماما كما جاء في إنجيل يحنى الإصحاح الثالث العدد السادس عشر إن الإيمان بالرب إخوتي يساعد الشخص على الشعور بالأمان والسلام مهما كثرت المشاكل ومهما واجهته الصعاب فإن إيمانه بالرب يؤكد له أن الفرج آت لا محالة وبأن الرب لن يتركه يتألم ويتفرج عليه من فوق فإن هو جل جلاله قدم ابنه فدية عن كثيرين فكيف لن يساعده للخروج من هوة الإحباط واليأس رؤية نور الحق إخوتي وهو يمحو كل العقبات أما كيفية مواجهتنا للإحباط إخوتي فسنتناولها بعد هذا الفاصل الإعلاني القصير لنا عودة أهلا بعودتكم معنا إخوتي المشاهدين وتتمت موضوع الحلقة والذي نتناول فيه الإحباط وخيبة الأمل وكيف يمكن للشخص أن يواجهها لقد قلنا قبل الإعلان بأن الأطباء يؤكدون بأن الإحباط هو من أخطر المشاكل التي يتعرض لها الإنسان بصورة مستمرة في حياته اليومية لما له من تأثير سلبي على سلوكياته مما يعوق تقدمه في جميع مجالات حياته وشرحنا بأن الإحباط هو حالة شعورية تطرأ على الشخص عند تعرضه لضغوط نفسية سواء من المجتمع أو في الأسرة أو في العمل ضغوط لا يستطيع مواجهتها والتي تؤدي به إلى التوتر وإلى الاستسلام والشعور بالعجز مما يؤدي به إلى الانطواء على نفسه والانسحاب من كل ما يعني المجتمع كل شيء معطن لنا إخوتي في الكتاب المقدس لكن نحن البشر نميل بطبيعتنا إلى النظر فقط إلى المشاكل في حياتنا ونغض النظر تماما عن كل البركات والنعم الأخرى التي أنعم الرب بها علينا نحن إخوتي غالبا ما ننسى أننا نتمتع بصحة جيدة فنركز اهتمامنا وعقولنا على أننا لا نملك الكثير من الأموال لفعل شيء أو آخر فأول طريقة إخوتي لمواجهة الإحباط بعد الإيمان بالرب طبعا هو أن يركز الشخص تفكيره على الآخرين ويبتعد عن الأنانية والتفكير المستمر في ذاته وفي مشاكله فلو أن الشخص الذي يتمتع بصحة جيدة لكنه لا يملك الكثير من المال نظر إلى الآخرين لوجد لا محال بأن هناك شخص يملك أموال الدنيا كلها وهو مستعد للاستغناء عنها مقابل أن ينعم بصحة جيدة ولو أن آخر تذمر وشعر بالإحباط وخيبة الأمل بسبب ظروف عمله أو تصرفات رؤسائه في العمل ركز تفكيره على الآخرين لشكر الرب على تلك النعمة التي هو فيها فهناك الكثير من الأشخاص الذين يتمنون فقط الحصول على وظيفة ولم يستطيعوا لكن نحن بطبيعتنا البشرية الخطاءة نريد دائما المزيد هذه هي حالنا لن نكتفي أبدا بما لدينا ومهما أعطانا الرب من بركات ومهما تمتعنا بنعم الرب إلا أننا نطلب دائما أكثر وأكثر لذلك يكون الإيمان في حياة الشخص مهما يكون الإيمان في حياة الشخص ركيزة أساسية لأن عليه تشييد كل السلوكيات وكل المعاملات فإن كان الشخص ذو إيمان قوي وعلاقة كبيرة وعميقة مع الله فلن يصيبه الإحباط ولا خيبة الأمل عفوا من أشياء دنيوية لا تستحق فلا معنى لها وحتى وإن أصابه الإحباط فهذا شيء وارد طبعا فهو سيتكل ويعتمد على القوي العظيم خالق الكون حتى يهديه إلى الدرب الصحيح الذي سيخرجه من حالة الإحباط تلك النقطة الثانية لمواجهة الإحباط إخوتي هي المداومة على قراءة الكتاب المقدس وأن يتوب الشخص عن خطاياه وذنوبه مما يهدئ نفسه ويكون بمقدوره رؤية مشكلته بطريقة أخرى مما يسمح له باتباع الطرق السليمة لحلها وإيجاد البدائل المناسبة لظروفه وقدراته النقطة الثالثة هي التشبع بالسيد المسيح له المجد واتخاذه مثلا فيما يخص كل مجالات حياتنا فإنما يحزن الشخص ويصيبه بالإحباط هو بعده عن الرب هو بعده عن كلمة الله تعالى فمحاولتنا إخوتي التشبه بالمسيح يسوع يساعدنا على التأقلم مع الواقع فنشعر بالتالي بالرضى عن النفس مما يزيد قدراتنا للوصول إلى أهدافنا المنشودة بدل محاولة تغيير الظروف والأشخاص النقطة الثالثة هي البحث عن الدعم النفسي والاجتماعي من الآخرين لأنه إخوتي من المهم جدا الخروج من حالة الصراع النفسي ومن حالة الانطواء على النفس ولن يجد الشخص مكانا أفضل من الكنيسة لإيجاد أشخاص يساعدونه للخروج من حالة الإحباط التي أصابته الكنيسة إخوتي هي جسد المسيح وأعضاؤها هم أعضاء المسيح لقد قال المسيح إن أعظم وصية هي المحبة محبة الآخر وهذه المحبة تشمل بالتأكيد مساعدته على مواجهة مشاكله فبذهاب الشخص إلى الكنيسة يجد من يسمعه يجد من يسدي له النصائح وحتى من يكون لديه حلا متوفرا في تلك اللحظة بالذات لمشاكله فلا يجب على الشخص إذن إخوتي أن ينطوي على نفسه ويغرق في مشاعر الإحباط التي تصيبه النقطة الرابعة إخوتي هي قراءة سير العظماء الذين تغلبوا على الصعاب كسيرة يوسف الصديق سيرة يعقوب وإبراهيم فهذا سيساعده على شحن عقله بالأفكار الإيجابية فيخلصه بالتالي من كل ما هو سلبي النقطة الخامسة هي التفريغ المستمر للضغوط التي يعاني منها الشخص وذلك بممارسة أي هواية تبعده عن التفكير في مشاكله سواء كانت هذه الهواية الرياضة أو الموسيقى أو المشي أو حتى القراءة وليس أفضل من قراءة كلمة الرب باستمرار لأن بها يتقوى الإنسان روحيا ونفسيا وجسديا ومن الداخل النقطة السادسة إخوتي هي الراحة وعدم الإرهاق فالرب تعالى خلقنا وسن لنا قوانين علينا اتباعها ومن بين هذه القوانين الراحة بعد اليوم السادس من العمل فالراحة والاسترخاء إخوتي يعطيان للجسم والعقل الفرصة للهدوء فيتجدد النشاط الجسمي والعقلي فيكون الجسد والعقل مستعدان لبداية أسبوع آخر أسبوع جديد من العمل ومن التحديات أما النقطة السابعة والأخيرة فهي تحديد الأهداف التي يريد الشخص الوصول إليها فالتخطيط الجيد للمستقبل وبطريقة منطقية ومنظمة يساعد في تحقيق هذه النقطة أخيرا إخوتي نقول بأن الثبات في الرب هو أساس كل النجاحات الثبات في الرب هو أساس السعادة الثبات في الرب هو أساس الراحة وبخصوص هذه النقطة يقول لنا الرسول يحنى في رسالته الأولى الإصحاح الثاني العدد من الرابع إلى الحادي عشر من قال قد عرفته وهو لا يحفظ وصاياه فهو كاذب وليس الحق فيه وأما من حفظ كلمته فحقا في هذا قد تكلمت محبة الله بهذا نعرف أننا فيه من قال إنه ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضا أيها الإخوة لست أكتب إليكم وصية جديدة بل وصية قديمة كانت عندكم من البدء الوصية القديمة هي الكلمة التي سمعتموها من البدء أيضا وصية جديدة أكتب إليكم ما هو حق فيه وفيكم أن الظلمة قد مضت والنور الحقيقي الآن يضيء من قال إنه في النور وهو يبغض أخاه فهو إلى الآن في الظلمة من يحب أخاه يثبت في النور وليس فيه عثر وأما من يبغض أخاه فهو في الظلمة وفي الظلمة يسلك ولا يعلم أين يمضي لأن الظلمة أعمد عينيه إذن إخوتي للتبات في المسيح للتخلص من الضيق للتخلص من الإحباط للتخلص من الملل من الكآبة عليكم بكلمة الله عليكم بالتمسك بفاديكم عليكم بقراءة كل وصاياه والتشبت بتعاليمه فهو له المجد الوحيد الذي يستطيع أن يأخذكم على كتفه ويخلصكم من كل تلك المشاعر السلبية فلا تتركوا إخوتي المجال للشيطان لكي يسيطر على حياتكم ولكي يسيطر على قلوبكم بأن يزرع فيها مشاعر سلبية لكي تمحوا كل ما هو إيجابي وجميل من لدن الله تعالى إلى هنا إخوتي نأتي إلى نهاية حلقتنا معكم اليوم نترككم في سلام المسيح على أمل أن نلقاكم في حلقتنا المقبلة دمتم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا شكرا شكرا